أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأغدر على أسعار الطاقة فيما تبينت أسعار المعدن النفيسة والعملات الرقمية وارتفعت أسعار النفط بالنسبة بلغة 2.13% يسجل سعر العقودة الفورية لخام بريند 77.75$ للبرميلة الواحد وتواصل أسعار النفط ارتفاعية خلال تعملات اليوم الاثنين بدعم من تعهد السعودية بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية اعتبارا من يوليون مقبل أما على مستوى المعدن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.63% عند 1957$ للأوقية وترجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين مع ارتفاع الدولار بعد دعم تقرير الوظائف الأمريكي القوي احتمالية توقف الاحتياطية الفدراري عن رفع الفائدة هذا الشهر وعلى صعيد العملات الرقمية فقد هبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.57% لتغلق تحت مستوى 27 ألف دولارا وترجعت معظم العملات الافتراضية خلال تعاملات الاثنين واستترقب للخطوة المقبلة بشأن الفائدة التي سيتقوزها الاحتياطية الفدراري في اجتماعي الذي سيُعقد في وقت لاحق هذا الشهر ربما رأينا أستاذ حنان النفط ارتفع أعلى 77 دولارا بعد تعهد السعودية بخفض انتاجها مليون برميل يوميا ما رؤيتك لأسعار التاقة الفترة المقبلة في ظل الخفض الطوعي لانتاج؟ طبعا بتحاول السعودية بقدر الإمكان تحافظ الأسعار النفط عشان طبعا استفادة في موازنة الدولة وهي طبعا طرح وزير النفط السعودي أكتر من مرة من هو ما بيعملش ضغط من خلال خفض الانتاج على الأسعار ولكن هو بيحمي طبعا اقتصاد دولة السعودية شفنا كمان فيه خلال هذا الخفض الإمارات مش هتقوم بخفض في الانتاج وهيتم السمح لها بالانتاج بالمعزلات المعهودة بسبب يعني بعض ما يتعلق بموازنة الدولة يعني ممكن نشوف أن الخفض لأسعار لكمية الانتاج تؤثر بالإجاب ولكن نازل نشوف الإجراء اللي هيتم أمامه لو المولايات المتحدة الأمريكية أفراجت عن جزء من احتياطيها الاستراتيجي فيؤدي مرة أخرى إلى أن ما يفتفعش أسعار النفط كما كان معتقدين في الفترة اللي فاتت لما تم الخفض في شهر مايو طبعا بنبص دايما على الاستهلاف من قبل الصين وهل هي سلطناني في هذا الاستهلاك أم هيستقر عند كمية معينة لأنه برضو فيه نوع من الهدوء أو عدم النمو الاقتصادي القوي في العديد من الاقتصاديات وده اللي بيدفع حتى الدول المستهلكة للنفط أن هي تستهلك بس بحدود متوازنة طبعا ارتفاع سعر النفط اليوم أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الطاقة المتواجدة في الأسواق الخليجية ولكن ارتباط مزيد من الارتفاع والوصول لمعادلات السعرية المنشودة ده يتوقف طبعا على اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية على الأجل القصير وقدرة استمرار أوبت بلاس في الخفض المشارئي نشكر الأستاذ حنان رمسيس محل الأسواق المال على مشاركتها معنا اشتركوا في القناة